أستاذ حازم ما يبدو بوضوح للمشاهد من الخارج ونحن يعني في شرفة العالم العربي ونتابع باهتمام ما يحدث هناك في واشنطن يبدو بوضوح أنه هناك تصعيد كبير في يعني حالة الترصد يعني كل حزب يترصد للمرشح المحتمل للحزب الآخر هذا طبيعي أستاذ حازم أم أنه خاص بهذه الانتخابات بعينها سيد الكريم كما رأينا في السنوات الماضية هناك شرخ سياسي متسع ويتوسع أكثر فأكثر بين اليمين واليسار الأمريكي هذا ليس بجديد لكن من الواضح أن هذه الانتخابات ستكون ساخنة على أقل تعبير هنا فهناك اختلافات كبيرة بين الطرفين هناك مشاكل داخلية وخارجية أمريكية ملموسة لكن يعني الآن تعقيبا على ما ذكر حتى الآن كل شخصية سياسية خصوصا في الديمقراطيات وخصوصا أكثر في الولايات المتحدة لها شخصية شخصية انتخابية وشخصية سياسية كموظف في الحكومة الأمريكية إن كان الرئيس أو غير ذلك في الانتخابات سنرى المزيد من الشخصية الانتخابية شخصية المرشح يعني وبايدن يعرف عنه أنه يتحدث بعفوية جدا خلال فترات الانتخابية لأنه يعتقد وهذا صحيح بعض الشيء أن الناخل بشكل عام يريد سياسي عفوي يشبهه ولا يرأى حد يعني فوقي هذا الفصل بين الشخصية الانتخابية والشخصية العامة في نفس الشخص لافت للانتباه للغاية أستاذ حازم لكنه لا ينطبق على الرئيس السابق دونالد ترامب في تصوري دونالد ترامب يعني حالة منفردة يمكن ليس فقط في التاريخ الأمريكي لكن في تاريخ الشعوب والدول يعني كان هناك له شخصية مميزة جدا لكن كما رأينا الناخب الأمريكي بشكل عام أو جزء من القتلة الناخبة الأمريكية أعجبته هذه الطريقة وهذا الأسلوب وأعتقد أن التصريح بايدن اليوم ليس عفوي بشكل كامل هناك انتقادات مستمرة لبايدن أنه ليس الرئيس القوي طبعا انتقادات لسنه انتقادات لتصرفاته لتوجهاته تجاه الحدود الأمريكية تجاه الحروب الخارجية لإسحاب الأفغانستان إلى ما ذلك فأعتقد أن السنارة أيضا مزيد من التصريحات النارية بعض الشيء من طرف بايدن ليظهر للناخب أنه ليس ضعيفا وهو عندما يأتي الأمر لذلك ينازل ويستطيع المنازلة يبدو الأمر منذرا بخطورة شديدة بالنسبة للعالم أستاذ حازم لأنه حينما يصبح الحاكم الأقوى في العالم مطالبا بأن يظهر ذراعه الحديدية وأنه شخصية قوية تشتعل الحروب يا أستاذ حازم الحروب مشتعلة سيدي الكريم ذا نظر اليوم إلى الوضع الخريطة العالمية هناك حروب مشتعلة كثيرة من الواضحة من الحرب في حسب حديث اليوم حرب أوكرانية تسيطر على الجو العام وفي الداخل الأمريكي أيضا هناك خلافات وهناك حوار مستمر حول الحرف في أوكرانيا الصين أيضا اليوم معلومات خطرة جدا عن برنامج التجسس الصيني تجاهل الولايات المتحدة الوضع في غزة يعني لا يحتاج إلى المزيد من الكلام الشرق الأوسط بشكل عام البحر الأحمر يعني أينما توجهنا اليوم هناك نزاعات كبرى أعتقد أن هناك يعني اليوم فرصة ليس فقط هناك يعني خطر هناك فرصة لتغيير خريط العالم بشكل إيجابي الولايات المتحدة هي شريك ممتاز من أجل السلام لكن نحتاج اليوم شركاء جديين خصوصا في منطقة الشرق الأوسط